اذا ما هو تكلفة العيش في هولندا احتلت امستردام المرتبة 64 في قائمة اغلى مدينة للعيش في العالم في عام 2022 هناك ما يقرب من 200 جنسية تعيش في هولندا اريد ان اشارك معكم وعطيكم فكرة عن تكلفة العيش في هولندا بما في ذلك المبلغ الذي انفقه على الطعام والشراب السكن والنقل بالاضافة الى لمحات عامة عن الميزانية مثل الحد الادنى للاجور الاجر المتوسط والاجر المرتفع وهل يمكنك العيش في امستردام بالحد الادنى من الاجور الحاوسينج او السكن دعونا نتحدث عن السكن من المرجح ان يكون السكن هو اكبر نفقاتك في العيش في هولندا خاصة في امستردام ذلك يعتمد يعتمد الامر على ما اذا كنت قررت العيش في وسط المدينة او خارج وسط المدينة ويعتمد ايضا على ما اذا كنت قررت العيش بمفردك او مع اناس اخرين وفقا لموقع نيميو اذا كنت ترغب في استيجار شقة بغرفة نوم واحدة في وسط المدينة فستكلفك 1600 يورو في الشهر واذا وجدت شقة للاجار بغرفة نوم واحدة خارج وسط المدينة فتوقع ان تدفع حوالي 1300 يورو في الشهر اذا كان لديك زملاء في السكن فهذا ارخص كثيرا لذا قد تدفع ما بين 600 والف يورو في الشهر المواد الغذائية والبقالة السوبر ماركت المحلية الخاصة بك هو المكان الاكثر ترددا بالنسبة لك انا انفق 280 يورو في الشهر اي 70 يورو في الاسبوع على الطعام والبقالة هناك سلسلتان كبيرتان من المتاجر الكبرى في هولندا اليامبو والالبرت هاين وهناك سلاسل سوبر ماركت ارخص مثل الليدل والالدي ومن ناحية الجودة بشكل عام في رأي لا يوجد فرق كبير ولكن من المعروف ان الالبرت هاين اكثر تكلفة بكثير الاكل في الخارج انا انفق حوالي 125 يورو في الشهر اي 40 يورو في الاسبوع انا اشتري لنفسي قهوة الكابتشينو والتي تتراوح سعارها بين 3 و 4 يورو للكوب انا اذهب لتناول بعض الوجبات الخفيفة مثل البطاطس المقلية التي تسمى في اللغة الهولندية البطاطس ويتراوح سعرها بين 3 و 4 يورو وايضا اتناول وجبة واحدة تيكاوي اي وجبة جاهزة في الاسبوع وتتراوح قيمتها بين 10 و 15 يورو الترانسبورتيشن او النقل السفر والنقل انا انفق 37 يورو شهريا اي 10 يورو في الاسبوع معظم ذلك يكون عبر القطارات والسفر عبر القطارات يمكن ان يكون بعض الثمن الطريقة الاكثر شعبية هو التجوال بالدراجة الهوائية البايسيكل هناك عدد اكبر من الدراجات الهوائية من عدد الاشخاص في هولندا وركوب الدراجات مجاني بمجرد شراء الدراجة اود ان اوصيك بالحصول على دراجة مستعملة اولا لانه يمكنك الحصول على سعر رخيص جدا عبر الفيسبوك او في متجر الدراجات اذا اشتريت من الفيسبوك كن على علم واحذر لان العديد من الدراجات مصروقة يمكنك ايضا استعجار دراجة مقابل 17 يورو شهريا السفر بالقطار في هولندا يكون مكلفا للغاية لذلك اوصيك بالحصول على بطاقة اوفي تيب كارد لانك ستحصل على خصومات خاصة اذا كنت تسافر بشكل متكرر عبر القطارات هالف كير الرعاية الصحية يجب على كل شخص الحصول على الرعاية الصحية الاساسية في هولندا وستكلف الرعاية الصحية الاساسية حوالي الماء والماء والعشرة يورو شهريا يجب على كل شخص دفع شيء يسمى وهو مبلغ قدره 385 يورو مبلغ من المال تكون مسؤولا عن دفعه قبل التأمين الرعاية الصحية ليست مجانية ولكنها لا تزار رخيصة وبأسعار معقولة وجيدة مقارنة بالكثير من البلدان وبالنسبة للعناية بالاسنان في هولندا تخضع رعاية الاسنان للرقابة من قبل الحكومة يعني ذلك هو ان الاسعار موحدة ولا يتعين عليك البحث عن ارخص الاسعار لانها كلها متشابهة دعونا ننظر الى الرواتب في هولندا رقم واحد الحد الادنى للراتب في هولندا هو 20.2.000 يورو في السنة هذا يعني ان الراتب الشهري هو تقريبا 1600 يورو في الشهر وفقا لنيزانيتي يمكنك توفير 50 يورو في الاسبوع و500 يورو في الشهر الان اذا نظرت الى الراتب رقم اثنين فان الراتب المتوسط في هولندا هو 36.500 يورو في السنة وهذا يعني ان راتبك هو 2400 يورو في الشهر ووفقا لميزانيتي بهذا الراتب يمكنك توفير 700 يورو في الاسبوع والادخار السنوي يكون 8000 يورو واذا لقيت نظرة على الراتب رقم ثلاثة الراتب المرتفع هو 70.000 يورو فهذا يعني انك تكسب ما يقرب من 3900 يورو في الشهر ووفقا لميزانيتي يمكنك توفير 2000 يورو في الاسبوع وفي التوفير السنوي 27.000 يورو شكرا على المشاهدة اعتنوا بنفسكم ودمتم بخير